حقوق الإنسان تحذر، والمنظمات المجتمعية تحذر، والجهة الرسمية تحذر، والعالم يحذر، وما من نتائج ملموسة، فالوضع باق كما هو عليه منذ عقود، بل يتفاقم كل يوم ويسوء، وتتطور المشكلة البسيطة لتصبح ظاهرة فوباء فجائحة، وهنا لا بد من التدخل ظاهرة العمالة بين أطفال العراق وتسربهم من المدارس تدق نقوس الخطر منذ أمد بعيد، وما من مجيب أو مغيث، فتقسم المغانم بين الطامعين أعمى بسائرهم، وهم يدركون يقيناً أن النتائج ستكون كارثية على الجميع تناسوي القول المأثور، افتح مدرسة تغلق سجناً، لكن ما الذي سيحدث حين تغلق مدرسة وأنت لا تستطيع حتى تؤمن سجناً؟ أحصائيات دولية ذكرت أن نحو 5% من سكان العراق هم أطفال عاملون، وحوالي 5 ملايين أمي في العراق بحسب وزارة التربية نسبة مرعبة، مفواضية حقوق الإنسان في العراق ذكرت أن واقع الطفولة لا يزال يشهد تحديات كثيرة نتيجة تزايد ظاهرة العمالة والظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، وهروب الأطفال من المدارس، وتنام ظاهرة العنف الأسري مضيفة أن الحكومة والمؤسسات المعنية بهذه المسألة مطالبة بالاهتمام بواقع الطفولة وتعزيز حقوق الطفل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية خبراء اقتصاديون حذروا من تداعيات هذه الظاهرة، ودعوا إلى إيجاد حلول ناجعة وعاجلة قبل تفشي الظاهرة أكثر إلى الحد الذي يصعب تداركه ويبقى مستقبل العراق مرهون بأطفاله الذين ولا شك يمثلون مستقبله فأيه مستقبل للعراق في ذل واقع أطفاله المرير؟ ترجمة نانسي قنقر